بعد أكثر من ثلاثين عاماً من إغلاقه يهدم فندق جراند كونتيننتل عدى المبنى الأمامي والواجهة يعد من أقدم فنادق منطقة وسط البلد المعروفة تاريخياً بقاهرة الخدوية هذا المبنى ذو التراز الكلاسيكي الأوروبي والمطل على ميدان الأوبرا أثار جدلاً بشأن منصيره كون أحد المباني التراثية وبعد معينته من قبل جهاز التنسيق الحضري تقرر هدمه حالته الإنشائية كانت وصلت لتصدعات ولمشاكل إنشائية قدت لإنهيار بعض العناصر الكونتيننتل من المباني المسجلة في أجيم والمباني ترازجيم ده بيسمح بأعمال التعديلات الداخلية قد تصل لأعمال الهدم الداخلي مع الحفاظ على الوجهات الخارجية هو هيبقى فندق في نفس المكان وبنفس الفودبرينت بنفس مسطحه يعود إنشاء الفندق إلى 1870 في عهد الخدوي إسماعيل تزامناً مع احتفالات افتتاح قناة السويس موقعه المتميز أنذاك أمام مبنى الأوبرا القديم المطل على حديقة الأسبكية كما كانت في السابق جعله المزارة المفضل للملوك والرؤساء من أهم الشخصيات اللي قاعدوا فيه مثلاً لورنس العرب بعد الحرب العالمية الأولى قاعد فيه يمكن لمدة 9 تشهر بعد كده في المنتصف العشرينات لورد كارنفون اللي كان مول الاستكشافات اللي تعملت حاولين توت عن خمون اللي قدت الاكتشاف معبر توت عن خمون في لقصور قاعد فيه ومات في الفندق فطبعاً كان الحوار اللي داير هل هو مات بسبب لعنة الفراعنة لكن مع مرور الوقت تدهورت حال الفندق والمنطقة ككل بعد تحولها إلى أسواق ومن المنتظر أن تتطور المنطقة بالكامل ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية كي تعود إلى شكلها الأصلي سمر بشات العربية القاهرة